عرب المبعوث الدولي إلى سوريا جير بيدرسون من خشيته من تصعيد عسكري جديد في سوريا دعا بيدرسون خلال كلمة أمام مجلس الأمن جميع الأطراف في سوريا إلى حفظ الهدوء على الأرض أخشى من تصعيد جديد في سوريا وذلك بسبب عدم بذل أي جهد جدي من أجل حل النزاع سياسيا لكن برأيي هناك إمكانية للتقدم إلى الأمام الخطوات التي يجب أن نسلكها خلال الأسابيع القادمة ممكنة وأهمها التراجع عن أي تصعيد وحفظ الهدوء على الأرض